ويا طيور الطائرة أبعث سلامي لكم يا هلا ومية هلا بكم يا رب تكونون بألف صحة وعافية مثل ما عودناكم برنامج خوشحتي كل خميس وفقرة إحنا والناس وننزل بوسط شبابنا وناسنا سؤالنا لليوم كلش حلو ومميز السؤال هو أحياناً تمر عليك لحظة تخليك تشعر بالفخر لأنك عراقي وليش تشعر بالفخر هو هذا سؤالنا لليوم اللي راح نطرحه على شبابنا وناسنا ابقوا إيانا حتى نشوف شون رأيهم وردود أفعالهم طبعاً هي اللحظة اللي يعني عامت للعراقيين حسب الفقر أنهم عراقيين بيها لها لحظة تخلصوا من الإرهاب فهو هذا أكثر شي خلينا نشعر بالفخر لأن نشوف الناس عايشة ومستالمة بياناتة فالصدق يعني تحسين أنه أتي بين أهلتش وناستش يعني يمكن أبغاء المكان ما تلقين هيتش شيء قامش آشور بابل تاريخنا تراثنا حضارتنا هذ التفاصيل خليك تشعر بالفخر أنه أنت عراقي أحلى الشيء يعني يمكن بالإنسان العراقي هي الغيرة اللي هي الغيرة تلقى بس بالعراق أنتك دورك كشاب شون تحس بالفخر أنت عراقي كشاب في المجتمع والله هو أحس بالفخر بأنه أقدم شيء للعراق يعني يعني تكون أنا مثلا كدراسة إذا أنا طالب أنه أقدم أفضل حتى أفيد العراق وتستفيد الناس مني ونشوف إحنا يعني هذا الشيء الأنسب إنه أكثر شيء أتأثر بالشخصيات اللي أشوفها ناجحها على مستوى الوطن العربي أو على مستوى العالم يعني كل شيء أفتخر بيهم يعني سرقة أحس أني يعني شكرا أنه أنا عراقية كأول من علم الكتابة أول من اخترع الكتابة العراق أول من سن القوانين إلى ما آخره هي العراق طبعا طيج مثل صغير هلت صعدي كية؟ أنت بني إذا صعدي كية وإذا واحد حارش بيت مثلا من الشباب هل راح يفزعون هاي هاي الغير العراقية هو هذا الشيء إحنا العراقيين نفتخر بيه الناس طلعت وفرحت وصارك يوم مثالي اللي هو يوم النصر احتفلنا ذي قبل فترة فشي أكيد يعني أغلب العراقين يفتخرون أنه هم تحرروا من الإرهاب من داعش فشي نفتخر بيه كلهتنا هذا شكنا أرى أصدقائنا وشنو كان ردودهم على سؤالي اللي هو شلون تشعر بالفخر وأنت عراقي أو شنو هي اللحظات اللي تمر عليك وتشعر بالفخر وأنت عراقي بالنسبة إلي يكفي أنه أنا بين أصدقائي أشعر بالفخر يكفي أنه أنا عايشة على أرض العراق هو هذا الفخر بالنسبة إلي بقيتوا أنتو أريد أشوف شنو آراءكم وشنو تعليقاتكم وشون تحسون بالفخر إنو أنتو عراقيين كل هذا يكتبونا يا على www.sotelmustakbel.com انتظروني الخميس الجاي بحلقة جديدة من إحنا والناس أنا آية أشوفكم الخميس الجاي باي باي